السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من قناة عصفير جنة الاطفال نقدم لكم قصة السيدة مريم وعيسى عليهم السلام الحلقة الثالثة قصة مريم وعيسى عليهم السلام الجدء الثالث اختلاف الناس في عيسى عليه السلام وتبشيره بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انقصم الناس في عيسى بعد هذا ثلاثة عقسان قصم آمنوا به وصدقوه في كلام هذا وفي الانقياد له بعد النبوة وهم المؤمنون حقيقة وقصم غلوا فيه وهم النصارى ونزلوه منزلة الرب تعالى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود ورموا أمه بما برأها الله منه ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن وكفر به من كفر وجعل يريهم الآيات والعجائب فكان يصور الطينة فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرؤ الأكمه والأبرصة ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم عن كثير مما يأبرون ويداخرون في بيوتهم ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم ورفعه الله إليه وطهره من قتلهم فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والجرم الجسيم وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه ونزهه الله من هذه الحال فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقام عيسى في بني إسرائيل وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم قالوا هذا سحر مبين كما قالوا في عيسى فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر